الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى ألبيته طيبين الطاهرين سيم المولى أبي عبد الله الحسين على حبه الثانية على حب أنصار أبي عبد الله الحسين الثالثة بأعلى أصواتكم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا صريع الدمعة الساكبة ويا قرين المصيبة الراتب يا أبا عبد الله خستم سادتي ويا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة صحبته من خير الرجال عصابة غر فطاب الصحب وال مصحوبه أبطال حرب كم بهم قامت على أهل النفاق وقائعون وحروب منهم زهير زاهر الأفعال يتلوه برير ومسلمون وحبيبه وأتى المساء وقد تجهم وجهه وأتى المساء وقد تجهم وجهه واليوم محتسد البلاء عصيب قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيت قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيت إنني وحدي أنا المطلوب فأبت نفوسهم الأبية عند ذا أن يتركوه مع العداء ويئيبوا ماذا يقول الورى عنا ونقوله لهم وما يا عنا يجيب مجيبوا إنا تركنا شيخنا وإمامنا بين العدايا وحسامنا مقرب وأتى الصباح وأقبليت زمر الظلايا نحو الحسين لها الظلال جنيب فاستقبلوا حر السيوف بأوجه غر آيا عن زهر النجوم تنوب وهووا على حر الصعيد حتى هووا فوق الصعيد كأنهم أقمار تمين في الدماء رسوا وقضوا حق العليهم دون الخيار ولا خلايا وخوات حسين تنضايا لمن طاح وتفايض منهم الهام أو هو هو ومثل مهوي لنجم من خار أو لها يا ذا الرمح بفادة ثن وهذا لي أهلا شابرا أو ذاك الخيل صدر رض رضا وهذا وذاك بالهندي موذى يا الله وأس الحسين الليلة بأصحابه وهذا وذاك بالهندي وقف الحسين عليه السلام على مصارع أصحابه وهو يقلب كفه قالهم لونكم لونكم ومجفوه في القدر يا صحابي لونكم لونكم تقومون وتشوفوني والله لونكم ومجفوه في القدر يا صحابي لونكم لونكم تونون وتون روحي لونكم تقومون وتشوفوني لونكم وحيد وحاطة العدوى وحيد وحاطة العدوى يا نبي وإنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت المصطفى أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ما صدق رسوله الكريم عزاء له صلوا عليه بأعلى أصواتكم 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 في هذه الآية المباركة من سورة التوبة ربنا عز وجل أصواتكم يأمر المؤمنين يأمر المؤمنين بأن يكونوا على تقوى الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا مع جماعة الصادقين البعض من المفسرين يقول بأن الآية المباركة تدعو إلى أن يكون الإنسان صادقاً وهذا ليس بصحيح الآية لم تقل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين لا الآية قالت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ضرورة أن نكون مع جمع الصالحين مع جماعة الصالحين مع جهة الصالحين والصادقين لاحظوا الدقة في الآية المباركة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تكونون معهم فمن هؤلاء من هم الصادقون الذين أمر الله تبارك وتعالى بالكون معهم ينقل جملة من المفسرين واللي يحب يراجع كتاب آيات الولاية الشيخ مكارم الشيرازي يذكر بأنه هذه الآية المباركة من الفريقين فسرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هؤلاء الذين يجب أن نكون معهم هم محمد وآل محمد في بعض الروايات علي وأولاده وقيل بأن هذه الآية من أدل الآيات على عصمة أهل البيت عليهم السلام كيف يكون ذلك الآية قالت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هل قيدت هذا الكون معهم بقيد أم جعلته مطلق مطلق لم تقيده جعلت الأمر بأن نكون مع الصادقين في السلم دون الحرب لا في السلم والحرب أن نكون مع الصادقين فكريا أن نكون مع الصادقين عقائديا أن نكون مع الصادقين سلوكيا اجتماعيا سياسيا في كل جوانب حياتنا يجب أن نكون معهم وهذا معنى العصمة لأنه لو احتمله ولو بنسبة واحد بالمليون أن هؤلاء من الممكن أن يأخذون من هدى إلى ضلال هؤلاء من الممكن ماذا أن يعصون الله سبحانه وتعالى فبالتالي لما جاز أن يقول الله أن تكون معهم إلا بقيد أقرب لك الفكرة مثلا نحن عندنا يجب طاعة الوالدين ويجب احترام الوالدين والبر بالوالدين وهذه من مبادئ وأخلاق أهل البيت صلوات الله عليهم ينبغي أن لا نفرط بها حقيقة وصية للشباب أن يلتفتوا إلى هذه المسألة المهمة التي أكد عليها القرآن وأكد عليها أهل البيت عليهم السلام فقال الله تبارك وتعالى بوجوب طاعة الوالدين لكن طاعة الوالدين كانت مشروطة وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني طاعتهم مو مطلقة الطاعة للوالدين مقيدة ما دام الوالد يأمر بطاعة الله ما دام الوالد تعمل بطاعة الله لا فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم لا هنا شنو بعد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليش لأن الوالدين يحتمل أن يكونوا عاصين بينما قال الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذه الطاعة ما قيدها ليش لأن أولي الأمر هم المعصومون صلوات الله عليهم ولا يحتمل أنهم يعصون الله طرفة عين كذلك الآية المباركة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يقيدها بقيد أبدا لأن هؤلاء معصومون صلوات الله عليهم أجمعين ثم أننا يمكن أن نفهم المعية بفهم مهم جدا قصوصا في قضية الإمام الحسين عليه السلام إمامنا الرضا روحي له الفداء في حديثه مع الريان ابن شبيب والأخوة لمن يقرون المصيبة ما يسمى بالفخري من كتاب منتخب الحسيني للطريحي هذه طبعا من السنن الجيدة في دول الخليج في هذا البلد العامر بذكر الله وذكر أهل البيت عليهم السلام هذه سنة طيبة جزاء الله خير القائمين عليها ولكن يؤسف أنني أرى أنه كثير من الأخوة ينشغلون عما يقرأ القارئ ولا يلتفتون ويتكلمون ولا يعطوه حقه يتكلم مصائب مفجعة ينبغي أن الإنسان يستمع إليها ويحزن ويفجع قلبه لمصائب أهل البيت عليهم السلام وينقل روايات أهل البيت عليهم السلام وكلماتهم فبالتالي منها حديث الإمام الرضا مع ابن شبيب واحد منها قال إن سرك أن تكون معنا لاحظ إن سرك أن تكون معنا مع أهل البيت عليهم السلام وأن تكون في الدرجات العالية وأن تكون في الغرف المبنية وكذا وكذا منها شنو فقل متى ذكرته متى ما تذكر الحسين عليه السلام يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمة من هذا الأساس والمنطلق نحن على المنبر في افتتاحية المجلس نقول هذه العبارة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة ولكن المعية المقصودة ما هي يعني كيف نكون مع الحسين عليه السلام هو أصلا ممكن يعني ممكن أنه إحنا الآن نكون مع الحسين ممكن أن نكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام يحاول البعض بطريقة ما إما بجهل وإما بخبث أن يصور للشباب وأن يصور لأبنائنا أن قضية الإمام الحسين قضية تاريخية ينبغي أن لا ننظر إلى الحسين على أنه شخصية تاريخية أكل الدهر عليها وشرب ونتعامل مع الحسين ونصرة الحسين وقضية الحسين على أنها قضية تاريخية لا توجه إلينا ونحن غير مسؤولين عنها لا أيها الإخوة في كل زمان وفي كل مكان يمكن أن نكون من أنصار الحسين عليه السلام أول عياذ بالله نكون من الذين خذلوا الحسين وإلا لما يقول سيد الشهداء من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم الواعي يا أخواني في اللغة راجعوها الواعية في اللغة هي الصوت الذي يصدر عقب موت الميت النايحة التي تنوح الصايحة التي تصيح بعد ما يموت الميت هذه تسمى واعية واعية فلان سمعنا واعية فلان يعني فلان مات سمعنا الصرخة من بيته حماكم الله وحما أسركم فبالتالي هذه هي الواعية زين من سمع واعيتنا يعني من سمع صراخ عيالنا من سمع صوت مصيبتنا في كل زمان وفي كل مكان ولم ينصرنا أكبه الله على من خريه هذا المقصود إخواني إذن واعية الحسين متجددة في كل زمان ورسالة الحسين ومصيبة الحسين ومنبر الحسين فمن الممكن أن نكون من أنصار أبي عبد الله نحن في ليلة أصحاب أبي عبد الله الحسين وأنصار الحسين نقرأ في زيارتهم السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله أين هم عن رسول الله بعضهم شباب لم يدركوا حتى أمير المؤمنين عليه السلام فكيف كانوا من أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن كيف صاروا من أنصار رسول الله وكيف صاروا من أنصار أمير المؤمنين وكيف صاروا من أنصار فاطمة الزهراء عليها السلام وأنصار الإمام الحسن المجتبى أولاً قيامهم بالتكليف الشرعي في زمانهم هو نصر لرسول الله حتى وإن لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن في عقيدتنا أخواني أن أهل البيت عليهم السلام مبدأ وعقيدة متى ما تنصرها تكون معهم القرآن الكريم يقول محمد رسول الله صلوا عليه بأعلى صواتك والذين معه الذين معه شنو يعني الذين معه بالمعية الزمانية الذين معه بالمعية المكانية يعني معه في زمانه وفي مكانه لا الله لا يعطي لإنسان شرفية ورتبة لأنه مع المعصوم في زمانه أو مع المعصوم في مكانه نحن لا نؤمن بعصمة وعدالة جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله لا إلا من كان مع رسول الله على منهجه وعلى هداه وعلى طاعته وعلى طريقته ولذا الآية المباركة بيّنت أن الذين معه ذكرت لهم صفات هذه الصفات في زمن نزول الآية من يتصف بها يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن أمير المؤمنين الذي يتصف بها يكون مع رسول الله في زماننا هذا اليوم إذا اتصفنا بها نكون مع أمير المؤمنين ونكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إذن إذا كان الإنسان المؤمن شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى راكعا ساجدا يبتغي فضلا من الله ورضوانا فهو مع رسول الله وإن لم يكن مع رسول الله زمانا ومكانا هذه تسمى المعية المعنوية المعية المبدئية وهي الأهم فكيف لنا أن نكون مع الحسين عليه السلام وأن نكون من أنصار الإمام الحسين اليوم أخواني مع شديد الأسف خطابنا الشيعي يعني غذ أفكارنا لسنوات ما أدري طويلة أننا غاية ما نحلم به ونفكر به أن نكون من خدام الحسين عليه السلام لكن الصحيح الحسين عليه السلام ما قال ألا من خادم يخدمني قال ألا من ناصر الحسين كلام إلى يوم القيامة الحسين يريدنا أنصار مو يريدنا فقط خدام الخدمة منزلة الخدمة شرف الخدمة رفعة ولكنك لا ينبغي أن تقف عندها ارتقي ارتقي في طلبك من الحسين أن تكون مع الحسين ومن أنصار الحسين عليه السلام قال ألا من ناصر ينصرنا ما قال ألا من خادم يخدمنا ولذا حينما كان جون مع الإمام الحسين خادما وقال الحسين ألا من ناصر ينصرنا جاء جون قال لبيك أبا عبد الله كأن الحسين قال له الكلام مو يمك أنا ما أطلبك أنا أطلب أنصار أنت رجل خادم إنما تبعتنا لطلب العافية لطلب العافية وهوائي ناس ترى يعني محسوبين على الحسين عليه السلام وينادون باسم الحسين طلبا للعافية باسم الحسين طلبا للدنيا بعض يقول في الروايات أهل البيت قسم من الشيعة يتزينون بنا نستجير بالله وقسم يستأكلون بنا أصلا جاء القضية الحسين عليه السلام للاسترزاق جاء القضية أهل البيت عليهم السلام يتزين بها وقسم الله منا ونحن منهم ذول اللي هم على طاعة أهل البيت عليهم السلام فأكو ناس تتزين وأكو ناس تابع الحسين ماذا طلبا للعافية فقال لجون أنت بعدك بهذا المستوى إنما تبعتنا لطلب العافية الموضوع شبير يا جون مو موضوع أنه ماذا تتبعنا لطلب العافية لكن جون ماذا كان يعلم بأن هذه الفرصة إذا مرت لا تعوض قال سيدي أبا عبد الله أفرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم هواي مثل حالي نحن نلحس قصاع الحسين سلام الله تعالى عليه ولكن في الشدة نخذل الحسين مع الأسف وفي كل زمان ترى لا ننظر للقضية تاريخية اليوم اليوم طبق الواقعة كربلا على واقعنا وهذا هو المهم أخواني فقال إذن يا أبا عبد الله أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم لا يكون ذلك حتى يخذل الدمي مع دمكم فلما انتقله تبهوا يا فلما انتقل جون من مرتبة الخدمة ويا خدمة خدمة الحسين مباشر مو يخدم زوار الحسين ولا يخدم شيعة الحسين لا لا يخدم الحسين نفسه كان جون يفرش فراش الإمام الحسين عليه السلام يقدم طعام الإمام الحسين عليه السلام مع هذا هذا مو مقام انتقل من مقام الخدمة إلى مقام النصرة فنصر الحسين بسيفه وقدم دمه اش صار اللهم بيض وجهه وطيب ريحه فصار العسكر يشم رائحة طيبة من جسد ذلك الشهيد الخالد جون ووجهه كان يشع نورا إلى السماء لماذا لأنه خادم الحسين لا لو بقي بالخدمة لما نال هذا الشرف وهذه الرفعة لأنه صار من أنصار الحسين عليه السلام فإحنا أخواني لا نتأثر بهذا الخطاب اللي يركز على جانب الخدمة ويقلل في نفوسنا جانب النصرة للحسين سلام الله تعالى عليه وإلا القضية ما أسهل ما يدعيها مدعا هو أي ناس تدعي أنها من خدام الإمام الحسين عليه السلام بل أصبح بعض الناس يتسترون بقضية الإمام الحسين عليه السلام لغايات ولمآرب دنيوية وتجارية وما شاكل قضية الإمام الحسين نصرة فكيف يكون الإنسان اليوم اليوم هذا المهم أريد أن يرسخ في ذهنك كيف اليوم تكون من أنصار الإمام الحسين عليه السلام كيف تنصر قضية الإمام الحسين روح له الفداء كيف تكون معهم إذا رجعنا إلى موضوع المعية في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أولاً ومن يطع الله والرسول فأولئك معه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ممكن تكون معهم وين يوم القيامة أولاً طاعتك لله وطاعتك لرسول الله أول شيء العقيدة الصالحة والولاية الصالحة للحق للإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين عند عقيدة الإمام الحسين عند فكر الإمام الحسين عند مدرسة علمية وفقهية وأخلاقية وتربوية هل أنت من الذين يوالون الحسين أو لا الشيء الأول أن نحقق في المعية العقيدة الصالحة لذلك هذه المعية أخواني لما تكون أنت عقيدتك صالحة تذوب الحواجز الأسرية وإذا انفقدت هذه الولاية الصالحة نفس الحواجز الأسرية نفس الروابط الأسرية تنفصل كيف قضية نوح مع ابنه قال يا بني اركب معنا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إذن أنت في الولاية إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الكافرين ذكرنا في ليلة أنه قضية الوقوف في المنتصف وقضية المجاملة وقضية أنا لا لكم ولا عليكم هذا من أخطر الأفكار اركب معنا ولا تكون مع الكافرين ماكو شيء ثالث ماكو شيء ثالث في الموضوع الولاية إما مع الحق وإما مع الباطل ولذلك يعلموننا أهل البيت معكم معكم لا مع عدوكم هذه مرتبة أكو مرتبة ثانية لا أكو إنسان مو عدوكم معكم معكم لا مع غيركم أنا موي غيركم سواء كان عدوكم أو لا أنا معكم فقط ما أعرف غيركم أنا ما أشوف غير محمد وآل محمد صلوات الله عليه معكم 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 لا مع غيركم فقضية الولاية الحق ينبغي أولاً أن يحققها الإنسان فإذا كنت أنت على ولاية الحسين وعلى طريق الإمام الحسين عقائدياً وفكرياً وتؤمن أنه إمام معصوم مفترض الطاعة فرض الله طاعته وولاية حققت الشيء الأول ممكن تكون مع الحسين عليه السلام وممكن أن تكون من أنصار الحسين هذا واحد ثانياً قضية الاتباع قضية الاتباع وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَةٌ هذه الآية المباركة تعطين فكرة لطيفة جداً ومهمة وخطيرة كذلك أنه يقول رب العالمين ماك أحسن من دين أن الإنسان يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وهو محسن هو يكفي يا رب العالمين أن الإنسان يسلم وجهه لله يقول أنا بالنسبة لي أعبد رب العالمين أنا ما لي علاقة بقضية الأديان أنا ما لي علاقة بقضية المذاهب ما لي علاقة بقضية الفقه أنا متوجه الرب العالمين شايفه هناك ناس فيك يقول يقول أنا ما لي علاقة بأحد الله سبحانه وتعالى ما اكتفى بهذا قال واتبع ملة إبراهيم لا بد أن تتبع الملة التي دعا إليها الله سبحانه وتعالى حتى تكون من الذين يقبل الله دينهم إذن عدنا عقيدة صالحة أولا وولاية صالحة ثم اتباع حينما تريد أن تكون مع الحسين سلام الله تعالى عليه تعرض لك في الدنيا مواقف تعرف فيها الحكم الشرعي الذي دعا إليه الإمام الحسين وهو ليس بصالحك هنا الإمام الحسين عليه السلام يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم وين أكو بيها الدر المعيشة تكون بيها بصالحة يحوط الدين ما إن محصوا بالبلاء قل الديانون التفيت وياي قل الديانون لمن أنت تصير في موقف معين في حكم شرعي في قضية معينة في اختلاف معين هل تمتثل حكم الله تبارك وتعالى وحكم الإمام الحسين عليه السلام أم تحتكم إلى حكم غير الله جل وعلا هنا تعرف نفسك في أحكامك الشرعية في تعاملاتك في الزواج في الطلاق في التعامل مع الأسرة في التعامل مع الجيران في المعاملات المالية الأموال الآن حينما تريد أن تتعامل مع المصارف فتوافق هائنا أن المصارف الأهلية التي تتعامل بالربا لا يجوز أخذ القروض منها كثير من الناس مع شديد الأسف يتعامل مع هذه المصارف ويأخذ قروض منها وهي قروض ربوية ودرهم ربا درهم واحد أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام درهم واحد فكيف بالملايين والمليارات حينما تعرض لك مسألة مالية فيها مخالفة شرعية هل أنت تمتنع لأنك تتبع دين الحسين عليه السلام أن تبذهب إليها في علاقاتنا الأسرية في علاقاتنا الزوجية كيف نتعامل لماذا اليوم تؤشر كثير من المؤشرات على انتشار ظاهرة الطلاق مع أنه في الروايات الشريفة أنه أبغض الحلال إلى الله وإن العرش يهتز من موضوع الطلاق كثير من الناس صار عند موضوع الطلاق سهل أو هو يساهم في التفرق ما بين الزوجين نستجير بالله وهو عمل الشيطان فلا بأس ذكرنا موضوع الأسرى وموضوع الطلاق أن نقف عنده قليلا أخواني الإسلام ودين مذهب أهل البيت عليهم السلام شدد في موضوع الطلاق تشددا عجيبا غريبا كأنه يضع المعرقلات في وجه الطلاق ويضع التسهيلات في وجه الزواج شلون مثلا في قضية الزواج هل يلزم في مدرسة أهل البيت وفقه أهل البيت أن يأتي شاهدان ليشهد على العقد لا يلزم يستحى من الممكن أن الزوج والزوجة يتفقان بينهما رجل والمرأة ويجريان العقد من دون حضور شهود نعم الرضا الولي هذا مأخوذ بنظر الاعتبار إذا كانت قاصرة وباكر وما شاكر فالشاهد أنه شهود بعنوان شهود لا يلزم لكن في الطلاق يجب حضور شاهدين عادلين بالعدالة الواقعية شنو هاي بالعدالة الواقعية هاي سوينها مشكلة العدالة الواقعية يعني أن يكون مستقيما على جادة الطريق يفعل الواجبات ويترك المحرمات يلا يشهد شنو قضية الطلاق مو تلقى واقف الباب المحكمة مو تجيب من الشارع يا بتعال انت اشهد موضوع الطلاق ولو تبين فيما بعد أنه ليس عادلا الطلاق ليس صحيح والمرأة تبقى على ذمة زوجها لاحظ ليش الإسلام يشدد هكذا يريد يخلي عرقل في طريق الطلاق لأن الطلاق مبغوظ إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن وقعت مشاكل حتى وإن وقعت سوء تفاهم ما بين الزوجين من صبرت على أذى زوجها أعطاها الله يوم القيامة مثل ما أعطى لآسية بنت مزاحم آسية بنت مزاحم زوجها فرعون وصبرت ياها من عندنا الآن زوجها فرعون بناتنا أخواتنا ليش أبسط شيء تدعو إلى الطلاق ليش تساهل في موضوع الطلاق أيا كان الزوج تصبر على أذيته وإذا صبرت الله سبحانه وتعالى يهيئ لها من أمرها فرجا ومخرجا كذلك من صبر على أذى زوجته شوف لازم يصير متبادل القضية من صبر على أذى زوجته أعطاه الله تبارك وتعالى مثل ما أعطى لنوح ولوط الذين كانت زوجاتهم كافرة ومع هذا صبروا صبر الأنبياء على زوجاتهم فالحياة لا تستقيم أخواني إلا بالصبر المتبادل وأن يكون هناك تحمل من قبل الطرفين فشوف الإسلام خلى عراقيل من هذه العراقيل أنه لا يجوز ولا يقع الطلاق شرعيا إلا أن تكون المرأة طاهرة في طهر لم يواقحها فيه الزوج وهذا على الأقل يعني بحسب العادة أنه يحتاج إلى أكثر من شهر تقريبا أن المرأة إذا الآن اختلفت مع زوجها رأسا يقلها طالق لا مو صحيح لأنه كانت هي طاهرة في طهر واقعها فيه تنتظر إلى أن ماذا تكون غير طاهرة ثم تطهر في طهر لم يواقحها فيه يكون عند ذلك ماذا الطلاق شرعي وإذا وقع الطلاق في هذه الحالة وهي في فترة الحيضة جلكم الله الطلاق ليس بصحيح ليش الإسلام يصعب المسألة حتى ما يصير الطلاق لعله في هذه الثلاثين يوم يصير حل إذا أراد أن يقع الطلاق فهناك عدة العدة الرجعية للرجل في أي لحظة ومن دون أن يجيب مأذون ومن دون أن يجيب شيخ ولا يراجع محكمة ولا كذا مجرد يقول أنت زوجتي رجع خلاص اتهت في العدة يستطيع أن يراجعها يرجع يقول أنت زوجتها أنا بطلة من الطلاق الله سبحانه وتعالى يقول له أهلا وسهلا ارجع زوجتك خلاص ففي فترة العدة ثم أكو شيء حكم آخر يعني أنا أقول بأنه أغلب شعوبنا الإسلامية ما عامل بها الآية الأولى من سورة الطلاق الله سبحانه وتعالى حينما يأمر النبي يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة إلى أن يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن يعني حتى المرأة إذا تطلقت لا تخرجها من بيتها تبقى ما لك حق أن تطلحها من البيت لأن المطلق الرجعية بحكم الزوجة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بعد ذلك يقول الله جل وعلا في نهاية الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إذا بقت هي فترة العدة في داخل البيت واللطيف يعني الفقهاء يقولون يجوز لها أن تتزين يعني في داخل البيت هي مطلقة الآن وطليقها معها في البيت يجوز لها أن تتزين ولا يجب عليها أن ماذا أن تتستر منه إذا كانت هي في البيت معه وتتزين أمامه وتكون أمامه في هذه الحالة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل القلوب تلين فشوف التسهيلات بينما في قضية الزواج الله سبحانه وتعالى جعل الأمور سهلة تشجيعا بينما في الطلاق جعل تشديد وقبل هذا أيضا أختم بهذه الفكرة وهو أنه هناك محكمة مصغرة ينبغي أن تكون إذا ما وصلوا إلى حل ما وصلوا إلى نتيجة يقول القرآن الكريم وإن خفتم شقاق بينهما قدتم المفروض عائلة الولد عائلة البنت عائلة الزوج عائلة الزوجة لكم تكليف ليس تصبون الزيت على النار ممكن عنصر فتنة وكم من حالات الطلاق التي كانت بسبب الآباء وبسبب الأمهات وبسبب التدخل للأخوات وما شاكل من يريد ومن تريد أن تحافظ على بيتها فلا تجعل أحد يتدخل في شأن أسرتها أيًا كان أيًا كان فإذا أرادوا أن يتدخلوا يتدخلوا في حالة إن خفتم شقاق بينهما يعني سيصير شقاق وخلاف وتكبر المسألة وتكبر المشاكل شون تدخلون فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهما يقول بعض الفقهاء يعني واجب شرعا وفقها قبل الطلاق كون ما إحنا قرائب الزوجة قرائب الزوج ما نعترض على الطلاق تعالوا خنشكل محكمة مصغرة على تعبير الشهيد مطهري يقول محكمة مصغرة لازم تشكل وينظرون في الأمر هل يستحق الطلاق أو لا يستحق الطلاق وإذا أراد أصلاحا يوفق الله بينهما يقول يوم من الأيام حالة صارت اختلاف وواحد يوده يصلح فيما بينه وما قدر وصالت الطلاق قال أمير المؤمنين سلام الله لهذا ما رايد الأصلاح هذا هو رايد الفتنة ليش يا أمير المؤمنين قال الآية يريد أصلاحا وفق الله بينهما فالتفت شلون فأنت حينما تريد أن تكون مع الحسين سلام الله تعالى عليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة في تعاملك في الأسرة في تعاملك في الوظيفة في تعاملك في الشارع أينما تكون تمتثل الحكم الشرعي إذا صارت طلاق في موضوع النفقة أنت تاخذ الحكم الشرعي لو الحكم القانوني إذا صارت موضوع الحضانة للأولاد مثلا كيف تكون تتعامل أخواني مو كل شيء إحنا لازم نروح للقانون خلي فيما بيننا نحل مشاكلنا الأسرة لازم يصير لها دور الأرحام لهم دور وهناك أشياء مما لا ينبغي التصريح فيها على المنبر ينبغي أن ننظر إلى نظرة بعيدة المستوى أن مشاكلنا ينبغي أن لا تطفو على السطح قدر الإمكان واللبيب بالإشارة يفهم على كل حال فالمعية المعنوية أن تكون مع الحسين عليه السلام في عقيدة وفي اتباع وثالثا الحضور في جماعة الصادقين أن الإنسان عقيدته صالحة ويتبع فقها لكن هو منعزل هذا الانعزال عن الحياة ترى مو في دين أهل البيت عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وآله لا رهبانيته في الإسلام هذا اللي يقلك أنا أنعزل عن المجتمع في صلاتي في صيامي كذا ما ألتقي مع الناس لا أحضر مآتم لا أحضر أفراح لا أحضر أحزان هذا مو أخلاق الإسلام ينبغي أن تكون مع الصادقين يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا مريم مضمون الآية مريم أقنتي لله أقنتي واركعي مع الراكعين مو تركعين وحدش اركعي مع الراكعين احضري وين في مواسم العبادة التي يكون فيها ماذا هؤلاء الراكعون الذين هم جهة الحق كذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا يقول واسجدوا واركعوا مع الراكعين لازم أن تكون معهم مع الراكعين الطائفين الركع السجود دائما جماعة الإسلام دين الجماعة إخواني لذا يؤكد على كل ما من شئنه أن يجمع قلوب الناس واحد من فلسفة وفوائد مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ذكرنا في الليلة الأولى والثانية بعض أبعاد الشعائر واحد منها البعد الاجتماعي الإمام يقول ليش أنا هذه المجالس أحبها أحيو أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا يقول إذا جلستم وتحدثتم بحديثنا فإن حديثنا يعطف قلوب بعضكم على بعض الإمام يريدنا شنو متحابين متآخين فيما بيننا فيما بيننا العفو التسامح فهنا هذا الجانب الاجتماعي أحضر أنت لأنه جمع الكلمة مهم جدا بني بني لإسلام على كلمتين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وهذه المجالس وهذه المآتم دورها متميز في هذا الجانب شعائر الإمام الحسين زيارة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه تجمع القلوب على حب أهل البيت فإذا المعي مع أهل البيت وأن تكون معهم وأن تكون من أنصارهم عقيدة واتباعا وحضور في جمهور الصادقين لو صح التعبير أن تحضر معهم وأن تكون بينهم ولهذا الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه كان يقول فمن كان موطنا على لقاء الله نفسه باذلا فينا مهجته فليرحل معي فإني راحل مصبحا حسين يريد ناس أصحاب عقيدة قد وطنوا أنفسهم على لقاء الله عندهم الاستعداد على أن يبذلوا مهجهم في سبيل الله وهذا ما كان في أصحابه صلوات الله عليهم الحسين الذي علمه لا يقتصر على زمانه الحسين علمه في زمانه وفي الزمان المستقبل وفي كل زمان هم المعصومون يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة يقول لا أعلم أصحابا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي سيدي يا أبا عبدالله ما تستثني أصحاب رسول الله أصحاب أمير المؤمنين أصحاب الإمام المهدي عجل الله ورجه الشريف في آخر الزمان لهم مقام وينصرون الإمام ما يستثني الحسين عليه السلام لماذا يقول لأن كل الأصحاب قد خرجوا أو يخرجون وهم يحتملون النصر يحتملون ماذا؟ الانتصار إلا أصحاب الحسين عليه السلام خرجوا مع الحسين وكانوا مع الحسين ولا يحتملون واحد بالمليون أنهم سيبقون على قيد الحياة فإنهم قد قدموا على موت محقق مئة بالمئة وهذا مو كل إنسان يقدر هذا الليل فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي فإن القوم يطلبونني ولو ظفروا بي لذهلوا عن طلب غيري قام العباس قال يا أبا عبد الله لنعيش بعدك قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله قام زهير بن القين قال سيدي يا أبا عبد الله لو قتلت وقطعت وأحرقت وذر جسمي في الهواء وفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك يا أبا عبد الله كيف وهي موت واحدة هكذا هم أنصار الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه يقول يستأنسون بالمنية دون استئناس الرضية بمحالب أمه هكذا كانوا صلوات الله عليهم يتسابقون على المنية بين يدي أبي عبد الله الحسين ولما أصبح صباح يوم العاشر كان لهم الماجد وكان لهم الفخر أن تسابقوا على الاستشهاد يجي واحد للحسين يقول له سيدي يا أبا عبد الله ألا نروح إلى الجنة الله أكبر ذاك يوقف درع قدام الحسين سلام الله تعالى عليه حتى يصير جسدك القنفذ وهكذا قدموا أنفسهم رخيصة أمام أبي عبد الله الحسين لكن ما هي إلا ساعات ويقف المولى الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين يقف يقول ألا من ناصر ينصرنا أما من مغيث يغيثنا أما من ذاب يذب عنا ما آجركم الله يقولون كان وهب النصراني جديد عهد بالزواج امرأته تعلقت به قالت لا تفجعني يا وهب لكنه لما ذهب وقاتل وجرح وإذا يرى زوجته تحمل عمود خيمة وتقول يا وهب قاتل دون الطيبين بني فاطم قال أمت الله قبل ساعة تمنعيني ولا أن تشجعيني ما الذي جرى قالت يا وهب لا تلمني فإن واعية الحسين قد كسرت قلبه الله أكبر حر قلبي لك أبا عبد الله كسرت القلوب يا غريب كربلا قال لها وما الذي رأيتي من الحسين قالت رأيت الحسين بين أطناب المخيم وهو يقول وقلتنا صرا ثم خرجا وهب وبقيت أصحاب أبي عبد الله إلى أن قضوا نحبهم جميعا الحسين عليه السلام عز عليه أن ينظر هذا الموقف ذهب إلى خيمة الشهداء إلى مصارعهم وقف عليهم بأي حالة وجده غدوا هذا على حر الأرض مطروح وذاك يعالجوا دم من حريفه أو ذاياك من الطعن ما بقت بروح وهذا وذاك بالهندية والذار تعانى أحسين واتشاب المعار لقاها مجرحة ودمها يتجار صفك بيدة وتلهف على النصار ودمعين عليها انحدر واسجم غدا يأتي يبع عليها بقلب مالو مالو يطيب لكم يا فرساين الوغل نوم أو تخلون وحيد في أنهل قوم أو كل منهم أولي يقلهم أشلون عيونكم يهلل وفا لنام وتسمعون الحرم لاجت بالخيام أي والله رحم الله الشاعر أو تسمعون الحرام لاجت بالخيام قامت تغطر بع القاعلة ورادت ورادت تنتهض لأول المحتم خاطبهم الحسين عليه السلام قال هوم أتمني الدهر بيكم ورد أشيل راس بيكم مردود وترد جفوف وبفاضل للزنود أو تتلاي من ناب وجروح الأكبر يطلب بعض الأخوة بعض الأخوة إن تكون حصة الرثاء أكثر أريد أذكر لك مصيبة بس أريدك تطيها حقها إن شاء الله وانت أهل يا الله حذر قلبك أصحاب الحسين سلام الله تعالى عليه ما قصروا في وفاهم مع الحسين ونساء الحسين كذلك كنا مع العقيلة زينب مجاهدات صابرات في طريق السبي إلى أن وصلوا إلى الكوفة جعلوهم في خرب لا تقي من حر ولا من بيرد بنات رسول الله اتجمعوا عشائر الكوفة قالوا بناتنا نساء الأنصار منهم بني تميم منهم بني أسيد منهم فلان فلان فذهبوا تشفعوا عند ابن زياد لنسائهم وبناتهم آجركم الله يقول يقول صار كل عشرة تجي توقف بباب الخرمة يا أسدية بباب الخربة يا أسدية خرجي قد جاء أبناء عمومتك يا تميمية يا رياحية يا فلان يا فلان يقول إلى أن بقيت امرأة واحدة من بني أسد مع زينب قالت أنا لا أذهب وأترك سيدتي ومولاتي وحدها في هذه الخربة ويبنات رسول الله يقول راح أولا دعمها شوي رجعوا قالوا يا هذه إما تخرجي يا الله إما أن تخرجي وإلا قتلناك قالت وما هي جريمتي يا الله أين السادة أين الغيارة قالوا لها إن بقائك في الخرب عار على عشيرة هنا حاجة الأحزان بقلب زيناء قالت خوي كلمة عشيرة ألف ومن بيين المحام لطلعوا بالزيين به الهم ألف اتوجهت بعد ذلك إلى أبي الفض قالت لخوي ويله ويله المصايب جل نبزيين أو ينقلها ويله الكعاف اللي أشي تعطى ويله 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 كل واحد طلب بخته ويله بست اختح شيئا ظلت بالثني بقيت في تلك الخربة مولاتي روحي لها الفداء شنو حال هذه الخرابة بعثت رسالة إلى أخوتها وإلى بني هاشم وإلى محمد بن الحنفية يطارش يطارش حشم محمد على الصار وقل من الخراب جايب أخبار قل من الخراب جايب أخبار قل من الخراب قلب ينعاب خراب ولا سقف بيها ولا باب الله أكبر سيدتي عدكم غط فراش شلون حالكم خراب لا سقف بيها ولا باب غطانا الشمس وفراش نتراب يا أخو غطانا الشمس وفرائ يا يا شن ترائ أخي مالك عن بناتك معرضا والكل منك بمنظر وبمسمعي شكرا 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 شكرا